السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر أحدث وآخر تسريبات والأخبار أكيد في حلقة جديدة من موجز التكنولوجيا والنهاردة سأتكلم معكم عن أخبار وتسريبات من نوكيا، وان بلاس، مايكروسوفت وغيرهم دعونا نبدأ ونبدأ بالخبر الأول مع مايكروسوفت المفروض إن شاء الله أن بكرة مايكروسوفت عندها مؤتمر في الصين باسم سيرفس المفروض ترن فيه عن أجلسة السيرفس الجديدة المؤتمر ده في رأيي معيده غير تقريدي شوية لأن مايكروسوفت قريدي كان عندها مؤتمر في نفس الشهر اللي احنا في ده واللي أعلنت فيه عن السيرفس لابتوب ولكن المنتظر دلوقتي من مايكروسوفت إنها تعلم عن سيرفس برو 5 خليفة السيرفس برو 4 اللي بقاله أكثر من سنة دلوقتي ورغم انتشار تسريبات وتقارير كتير الفترة اللي فاتت إن مفيش حاجة أصلا اسمها سيرفس برو 5 ولكن التقارير دي تعتبر صحيحة ومش صحيحة مؤخرا جدا ظهرت صور مصربة للسيرفس الجديد والمفروض هيكون اسمه سيرفس برو بس من غير 5 من غير أي أرقام اللي استخدم سيرفس برو 4 أو شايفه قبل كده هيلحظ من الصور دي إن مفيش تقريبا أي فرق في الشكل نفس حجم الشاشة تقريبا نفس حتى المداخل ومفيش مدخل USB-C ودي حاجة مخبطة شوية الفرق الوحيد اللي أنا شايفه واضح في الشكل هي الألوان الجديدة للكيبورد واللي مايكروسوفت طبعا بتسميها تايب كوفر وقال إحنا الألوان هتمشي مع الماوس الجديد اللي مايكروسوفت أعلنت عنه في المؤتمر اللي فات فيما عدا ذلك مفيش أي معلومات إضافية معروفة حاليا عن السيرفس برو الجديد ولكن واضح إنه هيكون مجرد تطوير صغير عن السيرفس برو 4 وأكيد هيجي مع مواصفات داخلية مطورة نسبيا زي أكيد المعالج الجديد من إنتل معالجات الجيل السابع هل هيكون فيه مفاجآت تانية من مايكروسوفت أتمنى جدا وإن شاء الله مش مضطرين نستنى كتير لأن المؤتمر معاده بكرة الخبر رقم 2 من وان بلاس الفترة اللي فاتت شوفنا صور مسربة لما قد يبدو عليه الوان بلاس 5 ولكن دلوقتي ظهرت صور جديدة مسربة مختلفة شوية عن الصور اللي شوفناها قبل كده المشترك بين الصور اللي شوفناها قبل كده والصور الجديدة هو وجود الكاميرتين في الظهر واللي في الغالب ده أصبح شيء شبه مؤكد فيه شوية ملاحظات مهمة ومقلقة في نفس الوقت ممكن ألاحظها وان بلاس 3T كان بيجي مع مدخل 3.5 ميلي من الأسفل ولكن لو لاحظنا دلوقتي في الصور المتسربة هنلاقي إن مفيش مدخل 3.5 من الأسفل دلوقتي فيه مخرجين للسماعات السيناريو اللي أنا أتمنى إن هو يكون حقيقي إن فتحت السماعات اللي في الأسفل دي تكون للسماعات استيريو عشان وان بلاس تحسن جودة الصوت وإن مدخل 3.5 ميلي يكون تنقل للأعلى وما يكونش يتلغى ولكن للأسف ده مش واضح حاليا من الصور وعلى فكرة في خبر تاني مهم كمان عن وان بلاس 5 وان بلاس أعلنت من فترة سيارة إنها عملت تعاون مع دي اكس او الموقع المشهور جدا اللي بيعمل تقييم لكاميرات الموبايلات والعدسات والكاميرات وغيرها والمفروض نتيجة التعاون ده أنه يكون تحسين وتطوير لكاميرات الوان بلاس 5 ودي أكيد حالة كويسة وعلى سيري دي اكس او وبعيدا عن وان بلاس 5 دي اكس او مارك قيم كاميرات الـ HTC U11 وإداها درجة 90 وده أعلى رقم على أي كاميرات موبايل موجود حاليا لو فاكرين الثاني اللي فاتت البيكسل كان جاب 89 لكن دلوقتي واضح أن الـ HTC U11 كاميرته هي أحسن حاجة في تقييم دي اكس او ودي حاجة حمسية الخبر رقم 3 من نوكيا في ظل التسريبات الآيفون 8 وانتظار النوت 8 وغيره نسينا شوية اسم نوكيا لفترة اللي فاتت ولكن دلوقتي فيه تسريبات قوية للفلاكشيب المنتظر من نوكيا والمفروض هيكون باسم نوكيا 8 او 9 لسه مش عارفين بالزبط التسريبات عبارة عن صور الموبايل لكن للأسف هو محطوط داخل كفر غريب عشان يخفي ملامحه تماما ولكن اتعرف برضو معلومات كتير جدا عن النوكيا الجديد نوكيا 8 او 9 هيجي مع شاشة 35 من 10 واد اتش دي بروسيسور سناب دراجون 235 4 جيجا بايت رام وزاكرة داخلية 64 جيجا النوكيا الجديد كمان واضح ان هو هينزل مع كاميرتين في الظهر بقوة 13 ميجا بيكسل مع الديول فلاش غير الحاجات دي كمان ملاحظ ان النوكيا الجديد هينزل مع مدخل USB C مدخل 3.5 ميلي مع وجود بصمة من الامام للأسف مفيش معلومات امتى الموبايل هيتوفر فعليا ولكن انا لهوة خمن هقول قرب شهر اغسطس والمتوقع ان سير الموبايل يكون حوالي 700 دولار وطبعا رقم مش قليل ابدا وعلى العموم كل ما يكون فيه تطورات جديدة اكيد ان شاء الله هنقلها لكم فاتأكد انك مشترك في القناة عشان توصلك كل التطورات الجديدة اول باول وبس دي كانت كل الاخبار اللي معاي النهاردة لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك وشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام